موسيقى فكنت منها لأن الآن في هذه الإطارة كانت ربما موت الخير مقطع لتحديد المسؤولية وهنا في إطار الجنة التقصر التي بشرتها الغرفة الثانية وكنت رئيساً معها طرحنا سؤال جوهيرياً هي أمام هذه المؤسسات مجلد ووجود وزارة السياحة والمكتب الوطني هل هو شريك لها أو ضرات لها؟ كذلك هناك متدخل خلال الشركة الهندسية كذلك هناك مجموعة من المؤسسات التي لديها تداقل في العمل لها أضمن بأنه حال وقت للتوحي لأن هذا القطاع مهم استراتيجي مستقبل المغرب هي السن، هي السن، هي السن، هي السياحة، هي صناعة تقريبية أضمن بأننا نخدمه بشكل متوازي المغرب السنغال في الكثير من المداخلات يجب أن يكون رافع أخر سطر من السياحة الروحية أو السياحة التقافية كذلك هناك جهودات كبيرة مدلت في هذا المجال ولكن هناك إشكال مع الخطوط الجوية السنغالية هي في وضعية غير سليمة ولكنها تحتاج نظراً لكي ومكان الخط يتضر لبيضة داكار هي تطالب بخط فاس لحد الساعة من ساعة 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 ولكن كان عن طريق شركات أخرى اللي هي ماشي الخطوط الملكي الجوية ولكن كان شركات الأخرى الآن تناقشوا هذا الخط نفس الأمر بالنسبة للداخلة يعني جيها مشكورة خلص في إطار الدعم في إطار اختصاصات الموكل لها على مستوى مجموعة من الخطوط الجوية نتمنى أن يخرج لفقد إليه وقت مهم جداً هو أفاس الدخلة سيدراليس الحدد أصل المقتبرات والفعل هنا نحن في الدورة صدقنا عليه هنا ومجموعة من المؤسسات الكبرى كأصل المقتمرات المصرح الفنوم الجميلة إلى غير ذلك كان الآن يعني حسب علمي أنها سيخرج إلى حيث الوجود بشكل جديد ولكن أنها تأخرى كثيراً من مدينة فاس مدينة العلمة، مدينة العلمة، مدينة طقافة وفعل أنها تصبح لنملكاً تنبو أنشطة لكي نحصل لأنها أنشطة وأنها أنشطة وأنها أنشطة وأنها أنشطة تنبو أنها بنيات تحتية لا نعنى أنشطة جميع أنشطة ترجع بطريقة الحال للدولية والوطنية إلى مراكش وآكادير وفي بعض الحالات إلى الرباطة والطنجو هذا أمر طبيعي جداً إذنك يخصن حد نهيئه البنيات التحتية من ضمن الأشياء اللي اشتغل عليها مجلس عمالة فاس إلى رفقة الوالي وكذلك الجهة على أننا الآن كان دراسة من أجل إحداث أريان سياحية لترويز السماعات تقريدية على مستوى بوادة فاس على مستوى المتخلي هي جمعته للطيب الجماعة كانت دراسة الآن لكي تغطروا الوعاء حوالي 30 هكتار وبعض أطاعات الحكومية الأخرى بما فيها الداخلية وكذلك وزارة السياحة ومجلس الجهة ومجلس العملاء يدخلون من أجل البناء لأننا فعلاً إلى هدر السيساعي إلى السيركوي سوف نفروا واحدة قرية سياحية لترويز المنتوجات تقريدية لكي لا تقلق سائح يوصلوا إلى المطار وكأنه يعتقل من المطار مباشرة إلى الفندوق يمري الله يشاهد عينه في الجامعة مهمة جداً لأنه جمعته بالطيب ثم مدخل مدينة فرس ويعودوا في نفس السيارة إلى نفس المطار بعد الليلة أو لليلتان فقط لماذا أنه في إطار الوضح والشفافية لترويج هذه السماعة التقريدية لكي لا تخلق مصارات بكل وزر المدينة ولكن أن نوفر هذه المنتوجات التقريدية ببوابة المطار يعني أن توجد تقريد سياحية فبطبيعة الحال كي يتفكير وكي يتدراسة في توجه ما بين هذه الشركاء لإنجاز هذه القريتي السياحية ترجمة نانسي قنقر